خديجة طمئن المغارب على حالة زوجها هشام وتعبر عن أملها الكبير في شفائه شاهد ماذا قالت إذا كنت مسلما فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو نسأل الله أن يشفي هشام وأن يخفف عن خديجة وأن يلهمها الصبر والثبات في لحظة مؤثرة تجسد الصبر والقوة في مواجهة المحن قامت خديجة زوجة هشام بنشر صورة جديدة لزوجها وهو يرقد في المستشفى عبر حسابها على انستجرام رغم الظروف الصعبة التي تمر بها حرصت خديجة على طمأنة المغارب الذين يتابعون حالة زوجها هشام الصحية في رسالتها المؤثرة بدأت خديجة بالتوجه بالسلام والشكر إلى الجميع حيث قالت السلام عليكم إخواني نحن بخير وعلى خير أملنا في الله كبير كانت كلماتها مليئة بالثقة والإيمان بالله وهي تشجع متابعيها على عدم الخوف أو القلق مشددة على أن الدعاء هو السبيل الأفضل لدعم هشام في هذه المرحلة الحرجة طلبت خديجة من متابعيها أن يستمر في الدعاء لزوجها ليس فقط لهشام بل لجميع المرضى المسلمين وقالت في رسالتها لا تنسوا هشام وجميع مرضى المسلمين من دعواتكم وشكرا كثيرا على رسائلكم أنتم في القلب وخلال هذه الفترة الصعبة أشارت خديجة إلى أن حالتها النفسية ليست سهلة وأنها قد لا تتمكن من الرد على جميع الرسائل التي تصلها ومع ذلك شددت على أنها تشعر بعمق الدعم الذي يقدمه الناس وقالت سامحوني على عدم الرد على رسائلكم نحن نمر بواحدة من الفترات الحساسة كثيرا وفترة بعد فترة سأطمئنكم علينا بحكم أنكم أنتم دائما تسألون ودائما معانا ما يميز رسالة خديجة هو ذلك الأمل الكبير الذي تحمله في قلبها حيث عبرت عن ثقتها بأن زوجها هشام سيتعافى ويقف على قدميه قريبا وقالت أريد كل وقتي من بعد الله سبحانه وتعالى أن يكون لهشام إن شاء الله حتى يقف على رجليه ويبدأ في علاجه كما أكدت أنها تؤمن بأن هذا الوقت العصيب سيمر بسلام ولم تنس خديجة تعبير عن حبها وتقديرها للملك محمد السادس الذي قدم دعمه لها في هذه المحنة وكتبت كل التقدير والاحترام والحب للملكنا الحبيب على وقفته معانا اللهم أن تطيل في عمره دائما تاجا فوق رؤوسنا ترجمة نانسي قنقر